شكرا للمشاهدة 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 ناقشنا اليوم المواضيع المتعلقة بالقضايا المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الإقليم المتعلقة بالأدوية والمسلزمات الطبية المتعلقة بغسيل الكلة ومشاريع التوسعة المتعلقة بالأدوية وطريقة خزنها ويضا الأمور الأخرى المتعلقة بنظام السيطرة على الأدوية في القطاع الخاص ويضا ناقشنا قانون الموازنة والقضايا المتعلقة في الصحة في قانون الموازنة كوزارة الانتحادية ووزارة الصحة في الإقليم هناك تعاون كبير وهناك دائما لقاءات لحل المشاكل التي تحصل وإن شاء الله ماضون بتفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة الانتحادية ووزارة الصحة الإقليم وشكرا جزيلا سبارت بناردني درمان بوهراني كردسان بطيبتي بو محافظة سليماني تشيدك للسر أما وقريت مسار جمالي إرسال الأدوية إلى إقليم كردستان خاصة محافظة سليمانية يعانون كثيرا من نفس الأدوية نعم نحن بتأكيد أكو مشاكل في الأدوية وهذه المشاكل في كل العراق محافظة سليمانية محافظة البصرة الأنبار في كل مكان لكننا نحن ساعين إلى حل هذه المشاكل إن شاء الله زيارتنا القادمة تكون لها محافظة سليمانية للوقوف على الواقع الصحي أيضا والمشاكل الصحية الموجودة هناك أشتركوا في القناة سيسا الله لدي سؤال في زمن ماضي وزارة صحف إخلان كرجستان عدد طالبات لسيد وزراء محمل شق السوداني كم عدد هذه طلبات تنفيذ الطلبات؟ الحقيقة كثير من الأمور تم تحقيقها أمور متعلقة بالقطاع الخاص والأدوية بالقطاع الخاص لا تزال تحت المناقشة شكرا جزيلا